لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بنغازي عبدالعزيز الفاخري مراسل غد إذن عبدالعزيز هل تجمل لنا أبرز التحركات مختلف الأطراف الليبية؟ مساء الخير كوثر قبل قليل صدر بيان من رئاسة مجلس النواب هذا البيان تحدث على أن بناء على دعوة ورغبة عدد من أعضاء مجلس النواب ولسيما المجتمعين في طنجة المغربية لعقد جلسة مكتملة النصاب للبرلمان الليبي داخل ليبيا بالتحديد ولذلك تدعو رئاسة مجلس النواب لجنة خمسة زائد خمسة المعنية بالمصار العسكري اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين المدينة التي تراها مناسبة لضمان أمن مجلس النواب وكل الأعضاء الذين سوف يشاركون في الجلسة المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة الأعضاء المشاركين كوثر في اجتماعات طنجة يبدو أنهم يختارون مدينة غدامس لكن رئاسة مجلس النواب هي الآن تلقي بالكرة في ملعب لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية لتحديد ما إذا كانت مدينة غدامس أو أي مدينة أخرى ربما تصلح لعقد هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهذه الجلسة المرتقبة للبرلمان الليبي أيضا تحدث البيان على أن جدول الأعمال سوف يكون لدراسة وتقييم الوضع الحالي في ليبيا خاصة على المستوى السياسي المتعلق بالمصار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة خاصة بعد أن وصل إلى نقطة انسداد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب عدم التوافق بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس على ألية الانتخاب والترشح وكذلك الصلاحيات الممنوحة لكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كذلك دعا البيان لاختيار اللجنة سوف تقوم بعمل وإنجاز مقترح توافقي بين أعضاء مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي المنظم لعمل مجلس النواب كذلك أشار البيان عن إما إذا كان هناك أي نية لتغيير رئاسة مجلس النواب فإن ذلك سوف يكون وفقا للوائح الدستورية والمعمل بها داخل لائحة مجلس النواب أما على صعيد الاجتماعات التي من المقرر ومن المتوقع أن تنطلق يوم غدا بالتحديد ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستكمال الجولات السابقة فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية والتي تم التوافق على توزيعها على الأقاليم التاريخية الثلاث بواقع ثلاث مناصب سيادية لإقليم أطرابلس وإثنين لإقليم برقة وإثنين ماذا عن الشارع الليبي والليبيين؟ بعد أن توافق على هذه المسألة بالتحديد ولكل إقليم حق في تنصيب أو من سوف يشغل هذه المناصب الآن الحديث في الجولة القادمة المرتقبة يوم غدا بالتحديد كوثر سوف تكون على دراسة الآن المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في شغلي هذه المناصب ربما غدا أو الأيام القليلة القادمة سوف تحصل على معلومات ربما حتى على مسألة ربما تداول بعض الأسماء وبعض الشخصيات التي سوف تتولى هذه المناصب السيادية التي تم التوافق عليها في وقت نعم عبد العزيز شكرا على كل هذه المعلومات وبكل تأكيد سنعود إليك خلال وقفاتنا اللاحقة عبد العزيز عبد العزيز الفاخر مرسل غد كنت معنا من بنغازي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر